برحبا بحبا لكم مرة تانية لسا مكملين حلقتنا على كابتن طارق استعيدنا جميل نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لكورة السلة كابتن طارق معانا فقرة اسمها اختبر نفسك اسئلة فنية واسئلة رياضية واسئلة عامة خليه نبتدي بالفن يمكن الفن لايت شوية هو ممكن لايت للعمة بس ليه هيبقى صعب مش بتفرج كتير مش بتتابع فني كبير طب ليك بتتابع مسلسلات بتحب المصطحيات مسلسلات طبعا لكلنا تربين عليها القديمة واللوقتي لأسف مفيش مسلسلات بتتأمل بس ممكن اقول ان انا بقالي تقريبا شهرين عمال بحاول اوجد وقت ان انا اخد ولادي مسلسلات محمد صبحي اللي هي بتعرض حاليا في مسلسلات صنبل اللي هي عائلة تعملها بلوك مش عشان انا حابب مسلسلات على قدم انا بحب محمد صبحي جدا وبقدره وبحترمه ممكن نقول له هو يعني من اخر الرجال المحترمين تبقى فيها رسائل هدفة كل اعماله فيها رسائل واحنا متربينا عليها من الزمان طبعا وهدفة عشان كده انا نفسي الاي وقت واخد ولادي عشان يتلقوا بعض من الرسائل بعد رمضان بقى ان شاء الله ان شاء الله بعد رمضان طيب اخبار المزيكة ايه بتحب تسمع حاجة ولا برضو ما الحقيقة يعني ممكن اقول ان انا بركب العربية بشغل بفتح محطات الراديو المحطة اللي بقف عليها عليها مزيكة هادية من غير اغانية اه بحب اسمها طب واضح ان احنا مش هنجاوب ولا سؤال اه لا والله يعني ممكن اقول ان رتم الحياة دلوقتي بقى كله اسرع بقى اسرع على طول حتى والواحد سايق بيبقى بيفكر هو رايح فين وحيعمل ايه وحيتكلم يقول ايه ويخلص الموضوع اللي هو داخل فيه ازاي فبحتاج اكتر من اشغال زيادة بيحتاج من مزيكة عندنا اسئلة قديمة عشان ما نتحجكش بالرتم السريع خلينا نبتد في اول فؤال ما نقام بدور الزابط زكريا يونس في مسلسل الاختيار مسلسل ما فيش حد ما تفرجش عليه يعني ما كانش عندك وقت ولا ايه احمد ميكي ولا كريم عبدالعزيز ولا احمد السق احمد ميكي او كريم ابوسي انا هجاوب على شوية الحقيقة لان انا للاسف ما تفرجش عليه لذيك الوقت برضو مش بعض خالص على التلفزيون بس همات تلاتة انا بحبهم اه كريم عبدالعزيز واحمد السق او احمد ميكي تلاتة بحبهم طب لو تفتكر كده مسلا عدى قدام منك مسلا الافيش كده كان فيه اكيد يعني كان ميكي مسلا موجود فيه طيب مين ملحن أغنية يا ظلمني محمد الموجي رياض الصنباطي رضا القلعي رياض الصنباطي برافو عليك رياض الصنباطي ايه من الأعمال من الأعمال دي ما شاركش فيها أحمد السقل عيال هربت 200 جنيه حرب كرموز حرب كرموز زيت أعتقد بتاعت بحبه الممثل له أمير أمير قرارة أمير قرارة طيب لا يبقى هو ده ما مثلش فيها أحمد السقل أحمد السقل ما مثلش في الفيلم لا مثل لأنه شفته مرة مع ولادي 200 جنيه لأ 200 جنيه ده أعتقد ممكن يكون هو 200 جنيه ما مثلش فيه ده مرة هالك عبلت فيه على قنام القنوات ما شفتش اتفرجت على العيال هربت؟ لا طيب ما اللي بتقول بناءنا عليه أنه ما مثلش دي أصعب فكرة ليه دي من بره المنهج يعني ده مش هزيان صيام طيب اختار حاجة خلاص طيب أهو العيال هربت ولا متنجن ايه ولا حرب كرموز آه العيال هربت برافو عليك شفت أنا عارفت زيت أنا عمالها أقرب المسافات خلاص أنا أنت اللي دين الأولانين طيب مين هو مخرج فيلم الصورة تطلع حلوة هادي البغوري ولا شريف عرفة؟ الفنان أحمد اضحك الصورة تطلع حلوة ولا الصورة تطلع حلوة؟ الصورة تطلع حلوة تغير اضحك الصورة تطلع حلوة تعمل زكي الفنان أحمد زكي هو هو الفلن احنا غلطانين انا قديم منحول نحوار這是 طيب يا رب نجاوب يعني اضحك الصورة هتطلع حلوة مين بقى المخرج هو هادي البجوري ولا شريف عرفة ولا سعيد حامد سعيد حامد لا مش كده مش انت بتعدل علي وبتقول لي هي اضحك له صورة تطعها شريف عرفة كان صغير سعيد اعتقد لا هو شريف عرف فعلا بس كان في بداياته لأن الفيلم قديم هو المخرج بتاع الفيلم فعلا يبقى في بداياته الناجح طيب مين مؤلف اغنية مرحب شهر السوم مرحب مؤلفها في اختيارات اه طبعا حسين السيد مرسي جمال عزيز ولا محمد علي احمد يعني مش متأكد بس ممكن حسين السيد لا هو محمد علي أحمد طيب خلينا ندخل على الأسئلة الرياضية تمام وملعبك وكل حاجة بقى والدنيا أكيد إن شاء الله هنجي فيها الفول ماركت أتمنى بس إن شاء الله طيب حصل محمود فياض على ميدالية أولمبية المصر إيه هي لعبته؟ المصارعة، الملاكمة، الرفع الأثقال محمد فياض محمود فياض محمود فياض فأني حكبة موجودة في السؤال أكيد بعيدة شوية بس هي في لعبة إحنا مميزين فيها المصارعة ولا الملاكمة ولا رفع الأثقال وما زلنا مميزين فيها إحنا عندنا لعبتين مميزين في الحضاريك قلتيهم مميزين في رفع الأسقال والمصارعة مازلنا مميزين مميزين رفع الأسقال برافو عليك شوفت عربتك شوية إزاي من طيب متى أقيم أول كاس عالم لكرت القدم بمشاركة 24 منتخب 24 منتخب إسبانيا 82 المكسيك 70 ولا إيطاليا 90 طبعا أنا إيطاليا 90 أو إسبانيا كم؟ 82 أنا أول واحد وعيت عليه اللي هو إيطاليا 90 مش فاكر كانوا كم منتخب 24 ولا أكثر ولا أقل بس ممكن إيطاليا 90؟ لا هم؟ بتعيز نغششها؟ أسبانيا 82 أسبانيا 82 أسبانيا 82 أسبانيا 82 مش لازم كل اللي توعى عليه هو اللي يبقى صح يعني؟ أنا أربعر الإجابة بتعليك من رب تلف لا أنت كده هتشعيني؟ اللي هو إيه بقى؟ دلوقتي يقول لك كبت ساعة ديوف وديوف لا التسعين كانت أول كاس كانت 98 أول كاس عالم ب32 منتخب كانت 98 كانت فرنسا كانت في فرنسا أه لكن 24 منتخب كانت إسبانيا في 82 بالمناسبة إيطاليا فازت بالنسخة دي وألمانيا كانت الوصيف اه أنا كنت متابعة ساعتها في التمانينات لفريق ألمانيا لأن كان والدي عايش هناك فترة طويلة وكننا على طول بنتفرج على مطلات ألمانيا عشان خطره بنشجع عشان خطره لا طيب مين بطل كاس العالم لكورة السلة 2006 لعبتك أمريكا ولا سوربيا ولا إسبانيا؟ إسبانيا إسبانيا بروفو عليك بعد ما فازت على تفتكر؟ اه مش فكر اليونان اليونان كان الفاينال الممتع جدا ايه فازت على اليونان سبعين سبعة واربعين طيب أين يقع مقر الاتحاد الدولي للخماس الحديث؟ مصر طيب مستبعنا أكمل مهن مش موجودة في الاختيارات اه أوكي تماما موناكو ولا باريس ولا مارسيليا موناكو ولا باريس باريس ولا مارسيليا هي تلاتة في فرنسا موناكو أو باريس أو مارسيليا ممكن موناكو موناكو برافو عليك يعني مصر يبقى موناكو مين؟ امبراطورية مين؟ وريبة طيب ايه أكتر الدول تحقيقا للميداليات في منافسات ألعاب القوة بالأولمبياد؟ أمريكا برافو عليك 801 ميداليا جيدا هي متصدرة في الأولمبياد اه مميزين جدا أم الألعاب طبعا ده حقيق 335 دهب و295 فضة و207 برونس هذا ميداليات مهور معلومات قيمة جدا مرعد الواحد بيرجعه معكو يعني دايما بقول لديوفي ما تاخدوش المعلومات كده وتنسوها خلوها في الدماغ تيجي تاني أضفنا إن شاء الله في رمضان الجاي رمضان الجاي إن شاء الله طيب خلينا نحل معلومات العمى بوهر معلومات العمى إيه دي آخر حاجة بقى إن شاء الله قديمة ولا جديدة الله أعلم إيه حد الماء يعني بحب الماء أسمع معلومات العمى طيب ما هو البحر الذي يفصل بين دولتين تركيا واليونان تركيا واليونان تركيا واليونان ولا المتوسط لا والمتوسط ولا إيجا بحر إيجا بحر إيجا لأن في شركة يونانية للطيران اسمها إيجين فدي جاية من تسمير على اسم البحر الفصل ما بينها وبين تركيا طيب ما هما العضوان اللذان يستمران بالنموت والحياة الإنسان الأصابع والأنف الأذن والأصابع الأذن والأنف الأذن والأنف دي معلومة جديدة بالنسبالي لا دي معلومة بيستمروا طب ليه يعني مناخي بتفضل زي ما بتكبرش أكيد بتكبروا لما الإنسان بيكبر ممكن حل بقى نحط له أنا خفت والله دلوقتي لما عرفت إن هي مناخير بتكبر خفت طيب طيب ماذا يسمى صغير الدفدع آآ شرغوف ضغفل هيثم لا الهيثم هو صغير الأسد آآ شرغوف شرغوف برافو عليك فإن أنا بالصدفة تعقيباً على السؤال ده أول مبارح قاعد مع ابني بوالي له دورة حياة الدفدع آآ باعلمه إن الدفدع كان سمكة اللي هي الشرغوف فدي بالصدفة البحتة ده بالصدفة برجعه بوضيها له بالصور لحد لما ما راحل تطور حياته خليه دفدع وبعليه كده بيبيده هكذا آآ اللايف سايكل بتاعته طب يا حضرك بتذاكر له آآ مش مذاكرة على قد ما هي كانت حب في معلومات عامة آآ معلومات عامة بالصدفة بالصدفة عشان يعرف أنت يعرف الواحد يحب أولاده طبعا أي معلومات هم دلوقتي بيبحثوا في كل حاجة وماشاء الله عليهم يعني إحنا اللي بنعرف منهم دلوقتي المعلومات بيبحثوا في تيك توك وبيبحثوا في الجيمز طيب آآ اي هي دولة عاصمة دولة البانيا آآ تيرانا تيرانا على طول من غير ما اسم عليك برافو عليك طيب ايه الاسم القديم لدولة بوركينا فاسو فولتا العليا فولتا الوسطى زئير 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 طيب ايه آخر آخر يعني آخر حاجة آخر جواب هي زئيرت لغت وبقت دولة تانية وللا يعيف فيها طبعا المطش بقت الكونغو ديموكراتية بقت الكونغو ديموكراتية زئير آآ اي اسم في ما أنا متلطي طيب عندنا طب دلوقتي استبعدنا إجابة آآ انا اسم على الإسراب عندنا فولتا العليا وفولتا الوسطى بون ايه فولتا آآ العليا والوسطى آآ حقيقة موقعها الجغرافي مش مركزة اوي هي العليا ولا الوسطى بس ممكن نروح مع الوسطى العليا. العليا. اخيرا. العليا. عرفتها الوعد. ده بعد ما بقيت عبصلك وكده وتقولي بحس انك بتغشيشيني. بس انا 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 اغلطت في موضوع الزاقير لان انا عارف ان الزاقير اتغيرت الاسم تاني. الكونغو الديموقراطية. الكونغو الديموقراطية. وليها طبعا علامة رياضية زاقير ان محمد علي كلاي اه كان عمل مطش تحدي هناك في زاقير. اه الفترة الستينات اللي كان بطل فيها العالم. وكان اه مع معكومة اه معكومة تقريبا. كان مطش التحدي طبعا. اصد ابراهيم المزيني فدمة هو بتاع الملاكمة. بس كان مطش موجود في زاقير قبل ما تغير اسمها. كابتن يعني اه نورتنا وشرفتنا. ويمكن احنا اخترنا معلومات صعبة شوية لكن حضرتك ما شاء الله ما هو سوع يعني. على قد. مبسوطة انا حضرتك كنت معي النهار ده كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك يا رب وعلى قصرتك وعلى كل حبيبك. ربنا يا خليك ومتشكل جدا على الصوافة الجميلة دي. وعلى قصر البرنامج ومصر والأم الإسلامية كلها. الله اكرم.